السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب المستوى الثاني لغة انجليزية مادة Financial Mathematics ضعي دكتور محمد جمال المحاضرة بتاعت النهاردة الكشرة بتاعت النهاردة بتكلم عن حيسمها Bank Discount or Interest in Advance Bank Discount ده اللي هو الدسكاونت اللي البنك بيديه لأي عميل من العمرة رايح يسد فلوس قبل ما عادها يعني مثلا انا عليها 1000 جنيه مستحق بعد سنة لا انا رايح اقدمه دلوقتي فالبنك علشان خاطر ايه كافئني فبيديني حاجة اسمها Bank Discount or Interest in Advance لان كده خلاص اعتبر زي Interest انا بستفيد بيها وانا كنت رايح النهاردة بفاع 1000 جنيه كتا عليها في البنك مو هو ادفاعها بعد سنة البنك اديلي مكافئة خصم لي مثلا بتاعها مثلا 50 جنيه يبقى البنك عمل ليه 50 جنيه دي بالنسبة لنا كمكافئة او كعميل بتمثل بالنسبة لنا ايه برضه ممكن اعتبر انها فايدة ليا انا البنك بيسميها بالنسبة له ايه Bank Discount هو ده باختصار شديد معنى Bank Discount يبقى هو ده الرول اللي انا اساسي اللي انا متعامل بيه علشان انا ده راجيب حاجة اسمها بانك ديسكاوند طيب ايه الاس ده الاس ده بيعبر عن الميتوريتي فاليو زي ما هو موضح قدامكم ايه الميتوريتي فاليو دي دي يا جماعة القيمة اللي انا رايح اتفعها البانك انا رايح اتفعها الف جنيه البانك هو ده الاس هي دي قيمة الكملة اوقات كمان ممكن ترجماتها الحافية يعني اسمها القيمة الاسمية القيمة اللي انا رايح اتفعها البانك بشكل فعلي اسمها اس كابتان اس ملتبلاي دي ده بيعبر عن زي ما هو كتبه قدامكم ايه ده ديسكاوند ريت بيرير ده معدل خصم في السنة اللي ده بيعبر عن نمبر فيرز ده المدة اللي انا بختصرتها انا بلوقتي كمفراد فالفلوس بعد سنة هو ده نمبر فيرز عندينا الرؤول تاني بيقول ان البي داش اللي هو بيمثل بيداش دي بيعبر عن سبروسيدز سبروسيدز دي ليه القومة الفعليه اللي خلاص هتفعها يعني انا كنت رايح اتفع عالف البانك لفعن تسعوية وخمسين بس تسعوية وخمسين دول بينسميهم سبروسيدز الفلوس اللي الفعليه اللي البانك هاخدها منك تمام كده؟ تمام ايب انا عندي اللي بيتمثل ايه? القومة وornقبت كونجم الكامل كلية لها اسمية ليه الكابتال اس مينس الديسكاونج بنك او بنك ادفع البنك خصم لي خمسين يبقى 130050 مينه يبقى هو ده البي داش لي سادفعه يبقى هو ده يبقى يعبر عن البي داش طبعا نقدر نعمل سبسويتس الرول الاس هاي نفسه الاس قام بالنسبة الكابتال دي ده فاجوا الكابتال اس ملتبلاي باي d ملتبلاي باي n هو ده الكابتال دي هاخد من الكوشن دي اللي قدامكو دي كابتال s common factor يتبقى معايا من ال s دي 1 ماينس نزل زي ما هي ال s طبعا خدتها common factor بي معايا d ملتبلاي n يبقى انا عايز احسب ال proceeds من غير مقول الكابتال s منزي ممكن اقول ان ال b dash equal كابتال s ملتبلاي باي 1 ماينس d n هو ده ال rule بتاع bank discount نقول المثال بشكل سريع على البنك discount ده بيقولك find the bank discount يعني عايز ال capital d and the proceeds يعني عايز ايدي ده اش كمان on a bank loan of six thousand delivery gypsian for six months at ten percent interest in advance بيقولك احسب البنك discount مبلغ 6000 جنيه اختصر 6 شهور بنسبة اللي هي ال interest rate دي 10% يبقى انا عندي كابتال s اللي هو القيمة الاسمية اللي هتفع المفروض اتفعها s اللي هي ال interest value equal six thousand و d discount rate او زي ما قدامكم هاي 10% اما ال n هي اسمها بتعبد بساوي ال n equal six months طبعا بنعمل over 12 علشان خاطر السنة فيها كامشة تماشر شهر ان هو القيمة الاختصر 6 شهور multiply by n equal six over 12 يعني انا كان مفروح انا راح ادفع 6000 جنيه البنك اعمل لي discount count 300 level gypsian يبقى البنك بقى انا ما حسبت الحزبه دي طلعا ان في النهاية البنك نسكونت بكام 300 level gypsian طبعا ادو وقت كنت راح ادفع 6 البنك اعمل لي 300 خاصم يبقى ال proceeds اللي هو الفعلي اللي هتفعكم بكام يبقى ال proceeds equal capital s اللي هي 6,000 minus d اللي هي 300 يبقى equal 5,700 level gypsian هو ده المثال بكل بساطة مخشى اكتر من انا اعمل substitute in the rule يبقى هو بعمل برسالة للرول ده بقول دي equal capital s multiply b multiply n واعمل substitute جبت البنك ديسكونت اقدر اجيلي القيمة الفعليه اللي هي بنفس ال proceeds اللي هي بدي داش زي ما انتم شايفينه مثال تاني برضو يعبى عن نفس الموضوع والله بيقول ان النصارة borrowed 3,000 level gypsian for 4 months from a bank that charges a discount rate of 9% file the discount and the proceeds بيقولك النصارة واخدها 3-3 جنيه زي قرد لمدة 4 شهور يبقى عندي معنى كده من الاس capital s 3,000 for 4 months in 4 over 12 عشان خطر انتعامل من نسبة السنة ف4 months يبقى over 12 12 months البرسالت على discount rate عندك 9% برضو بنفس الطريقة هتعمل substitute in the rule يبقى capital d equal capital s multiply d multiply n تقدر تقول تعمل substitute بقى من ال values اللي عندك ال capital s عندك زي ما هو واضح عندكم capital s اهيه اللي هي 3,000 اهيه وكدي اللي هي 9% هي 0.09 multiply by n اللي هي 4 over 12 اللي هي برضو 1 over 3 تعمل multiply اللي كان ده في بعض دقال الحاسبة تمسك كالكوليتور كده وتقول 3,000 multiply 0.09 multiply 1 over 3 تعمل equal على الكالكوليتور يديك 90 يبقى الوقت رايح السارة دي عليها 3-3 جنيه راح تسدهم قبل معادهم 4 شهور البنك عملناها خصم 90 جنيه معنا كده ال proceeds اللي هو الفعل اللي هتدفعو cap b dash زي ما هو راح قدامك اهو ال b dash هيبقى equal capital S minus D اللي هي 3,000 minus 90 يبقى equal 2,910 يبقى بدلا ما تدفع 3,000 جنيه تدفع 2,910 جنيه اعتقد ان شاء الله الامور سهلة مشاكة ان انا بعمل سابسيوت ضروري طيب المسال برضو بعد كده نفس الموضوع بتكلم يعني بنقرروا ع بعض الامسلة علشان خطب بس اللي بفاهمين الامور ماشية ازاي بيقول نفس المسال لفتحه قلنا capital S الفين جنيه نسبة الموية bank discount rate 12% ال N equal 2 يبقى بعمل سابسيوت في القول ده يبقى capital D equal capital S multiply D multiply N ادي عندك 2000 ادي عندك open 12 ادي عندك تونيز طلع البنك discount كان 140 جنيه ده البنك discount 440 طبعا ده البنك discount المفروض بدل بدل ما هو الشخص ده يدفع كان هيدفع ادي 2000 جنيه اهي يبقى ال proceeds equal 2000 جنيه كلهم بدل ما يدفع 20 جنيه دفع بس 1560 جنيه طبعا ممكن يعني نلعب في المسال شوية نقول مثلا زي المسال اللي هو اللي جاي ده بيقول محمد بورد 33 جنيه from a bank for 2 years واخد فلوسه واخده من مدة سنتين he want to pay the demand money to the bank نعم وعايز يوض الفلوس البنك دلوقتي البنك ده البنك وورا لما هيقدمه لدي الفلوس دي بيفهم 500 جنيه البنك اداله 500 جنيه 500 جنيه as a bank discount find the discount rate of that bank يعني واحد محمد ده عليه 3000 جنيه لبنك المفروض يصدهم بعد سنتين حب يصدهم دلوقتي البنك اداله 500 جنيه كdiscount bank او bank discount فبيقول لك فايل دي طبعا زي ما هو حدامكم انا عندي capital s equal 3000 الان number of years to years في النهاية capital d مش small d دا capital d equal 500 طبعا بنرجع لنفس الرول الرول بيقول ان d equal capital d equal capital s multiply small d multiply n انا هنا عايز من القول دا small d فبقول small d equal d capital او capital d d over s اللي هي capital s multiply n يبقى كام دا equal؟ عندك capital d دي دي اللي هي 500 over 3000 اللي هو capital s multiply by 2 يبقى الناتج بتاعك equal 0.0 83 يبقى ديه يا جماعة لو انا حب اجيبك person يبقى بعم باخد الرقم اللي طلع عند دا يبقى دي equal 0.0 83 multiply by 100 يبقى في النهاية القامدة equal 8.3 person يبقى هو دا انها ممكن برضو ايه بدل من نجيب اقول لك هات bank discount لا اقول لك هات discount rate تقدر برو تقدر التعامل مع الرول دا هو نفس الرول يعني هو قريب جدا من شكل الرول اللي خدناه بكنا في sample interest ولكن بحسابات مختلفة وامور مختلفة وان شاء الله الامر هين ما فيهوش اي مشكلة وان شاء الله انا في انتظار اي استفسار ليكو وان شاء الله من حضرت دا تبقى من مكاننا ان شاء الله موضوعنا وبالتوفيق اشترك ان شاء الله والسلام عليكم وحمد الله وبركاته